اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا وكم سن الدخول المناسب هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الاعراف عند الناس في ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من تسعة وعشرة واحداشر وتمانية وثلاثة عشر في بعض الدول تزوج من ستة عشر في بعض الدول اصدرت قوانين اللا يتم الدخول الا بعد تمنتاشر عام ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدو حسنة حيث عقده على زوجته عائشة وكان سنها ست سنوات وبنى عليها يعني دخل عليها تسع سنوات تسع سنوات لا عقد عليها وهي ستة وتزوجها العقد في ستة والبناء اللي هو الدخول في تسع سنوات ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوح سنة بس خلي اوضح لك شغلة ولكن طبعا أنا سؤالي سؤال لك أنه واحد عمره 12 سنة واحد عمره 11 سنة هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا إذا كان إذا كان الولي الأب الولي ما هو الولي يتنقسم إلى قسمه لأي يكون الولي هو الأب فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكوف لها فهذا طبعا زواج صحيح يعني فيه ظروف للناس واحد رجل عنده بنتين ثلاثة أربعة وطبعا يريد أن يسافر لديه ظروف طيب هل تضيح وليس لديه محارب أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى وحتى يصرف عليها فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها ومن قال أن الناس كلهم ذئاب كاسرة ترجمة نانسي قنقر